وضعت وزارة التربية والتعليم خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة مواكبة لرؤية القيادة السياسية الحالية التي تؤمن بأهمية التحول الرقمي للمجتمع المصري على كافة المستويات فبدأت الوزارة في 2014 بالعمل على إطلاق بنك المعرفة المصري ليكون أكبر مكتبة رقمية للعلوم والمعارف في العالم بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمراكز العلمية وقد وصل عدد الأوراق البحثية المتوفرة على المنصة في أبريل 2019 إلى قرابة 140 مليون مقال كذلك تتابع وزارة التعليم ما بدأته من خطة تطبيق استخدام التابلت في المراحل التعليمية الثانوية حيث سيتم توزيع 650 ألف تابلت خلال العام الحالي على طلاب الصف الأول الثانوي إلى جانب توفير 26 ألف شاشة تفاعلية داخل فصول مراحل التعليم الثاني والثالث الثانوي وذلك بجانب استمرار إجراء الامتحانات عبر أجهزة التابلت على الإنترنت كما تم التنصيق مع وزارة التعليم العالي ليتمكن الطلاب من الانتقال بأجهزة التابلت من المرحلة الثانوية إلى استخدامه عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية وتماشيا مع الفكر الجديد للمنظومة التعليمية فقد تم تطبيق أسلوب كارت النتيجة الإلكترونية على طلاب الصف الثاني الثانوي بحيث يتم الخروج من مبدأ النجاح والرسوب إلى فكرة تفاوت المستوى التعليمي والإدراكي بين الطلاب بحيث يكون لدى كل طالب في كارت نتيجة لون يحبر عن مستواه التعليمي في الفصل الدراسي الأول الأخذ بالتكنولوجيا وأساليب التعلم الحديثة يسهل على الطلاب اكتساب المعرفة بطريقة بسيطة تتلائم مع روح العصر وتجعلهم قادرين على الإدراك بشكل أفضل